لم يقتصر النزاع بين المغرب وإسبانيا على العلاقات الدبلوماسية بسبب تدفق أعداد من المهاجرين إلى مدينة سبتة الحدودية فحسب بل أصبح وضع هؤلاء المهاجرين من قصر ونساء وشباب محوراً أساسياً في النزاع فالسبب الرئيسي لقصد المهاجرين لتلك المنطقة يعود إلى تسهيل الحصول على بطاقة إقامة من قبل السلطات المحلية بغض النظر إن كانوا مغاربة أو عرباً أو أفارقة فلحظة وصولهم يبدأ العد التنازلي والصباق مع الزمن على الدخول والإقامة في أحد مراكز إيوائهم القانوني ما يخولهم للحصول على إقامة تمكنهم من دخول الأراضي الإسبانية في القارة الأوروبية أي الطرف الشمالي للمتوسط ما يفسر تجول المهاجرين حول مباني الإيواء لانتهاز أول فرصة للدخول والتسجيل والإقامة في أحد تلك المراكز التي هي أصلاً مكتظة بالمهاجرين ففي أوائل نيسان أبريل الماضي قامت السلطات الإسبانية بإخلاء أحد مراكز الإيواء باستخدام القوة وبعد أقل من 24 ساعة عادت مجموعة من المهاجرين الذين يسكنون الغابات الجبلية المحيطة بالمركز ليدخلوه مرة أخرى يقوم أفراد الجمعيات الخيرية العالمية والإسبانية بمساعدتهم وذلك بتقديم أكياس تحوي وجبات باردة وساخنة أيضاً وكذلك مشروبات ومرطبات تقيهم حرارة الشمس نهاراً في هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتياً إسباني رغم المراقبة المستمرة للشريط الحدودي من قبل الجيش وحارس الحدود الإسباني إن مياه المتوسط تدفع بحاجات هؤلاء الشبان أو القصر إلى شواطئه من الشق الإسباني كهذا السروال الذي قد يكون لأحد القصر الذي حاول الوصول إلى سبته تعد هذه المنطقة الصناعية الحدودية والمسمات بريغونود الترخال مصدر رزقاً للمغاربة الذين يقتنون المناطق الحدودية كسكان تطوان وطنجة إذ كانوا يمارسون التجارة المعيشية وذلك بشراء من سبته السلعة والبضائع الغذائية وبيعها في مناطقهم أما اليوم فوضعت السلطات المهاجرين في هذا المكان وتعمل منذ أيام على توسعته لاستيعاب أعداد مهاجرين آخرين ليث بزاري العربية مدينة سبته